اشتركوا في القناة بمختلف مجالاته والذي اثبتت المرأة من خلالها انها شريك جدير في بناء الدولة حيث جسدت بارادتها وعزمتها واقعا عمليا لرؤى وتوجيهات جلالة الملك المعظم ثم انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون على انضمام مملكة البحرين الى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949 المرافق للمرسوم رقم 43 لسنة 2024 وشار المجلس الى ان الاتفاقية تسعى الى وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الاعضاء وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور على النحو الذي يسهم في تحسين الامان على الطرق وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ في مجموعة وعلى ان يأخذ الرأي النهائي عليه في الجلسة القادمة اليوم مجلس الشورى ناقش اتفاقية مرورية دولية انضمت لها البحرين استمع على وجهات نظر مختلفة كان هناك حضور مميز للحكومة ممثل في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية والعدل كان هناك تساؤل حول سبب انضمام البحرين لهذه التفاقية وكان هناك فيه شرح مفصل الأخوة المعليين في الحكومة وممثلين في وزارة الداخلية كانوا حريصين على انضمام هذه التفاقية بما يخدم المواطن البحريني في حين ترحاله في خارج البحرين استخدام طرق دولية كان هناك بعض النقاش القانوني والتشريعي المجدي المفيد واثرع نقاش الجلسة ولله الحمد تم التصويت بالموافقة على هذه الاتفاقية